كل شيء حضر هنا وغابت روحانية الحدث مقبرة العالية فقدت هدوء الجنائز وكادت أن تتحول إلى قاعة أفراح البعض منشغل بالسيلفي وأخذ الصور التذكارية مع أصحاب السعادة والقرار والبعض الآخر يلهث وراء من لهم نفوذ المغزى هنا إيصال رسالة أو طرح شغال أو محاولة كسب رضا أو مجرد الحصول على ابتسامة تدخل الفرحة وتثلج الصدور جنازة رئيس الحكومة الأسبق ريضا مالك كانت رسمية بامتياز حضرها مسؤولون بمختلف رتبهم لكنها كانت أيضا جنازة للتهامس وتمرير الرسائل متابعون استغلوا صور الجنازة للتعليق على ما صنعه حضور بعض المسؤولين خصوصا صناع الثلاثية وأخرون وصفوا هذا اللقاء بثلاثية من نوع آخر القبولات وتبادل التحايا كان أيضا صمة بارزة على الكثيرين كيف لا وأغلب المشيعين لا يلتقون إلا في تشيع جنائز المسؤولين فهي بالنسبة إليهم فرصة لا تعوض لقضاء الحوائج الجنائز في كل مكان هي لحظات حزن وتأمل واستحضار لروحانية الحدث إلا في الجزائر فهي جنائز من نوع آخر الكل منهمك ومنشغل بمصالحه الخاصة والقلة القاللة من تستحذر الدعاء والخشوع